بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُمُ فَلَا تَمِّيْكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِذَا حُشِئًا هُوَ أَلَّمُ بِمَا تُفِضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وهو الغفور الرحيم قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا من أُنْسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفَّعُ بِهِ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُفَّعُ بِهِ اشتركوا في القناة قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهد من بني السلام إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا له كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون ها إفكم قليم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عبيا لأنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ولتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكما أتعباني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيفان الله وهما يستغيفان الله وعلك آمن إن وعد الله حق آمن إن وعد الله حق قم فيقول ما هذائر ما أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على المار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بضعير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تستكبرون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلئكم ما أرسلت به وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فأما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض بمطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدنر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المهرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَّعًا وَأَرْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجَحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إِذْ كَانُوا يَجَحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَذْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا مَا مَا آلِذَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُّهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا ما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تصبر كما صبى وأولو العزن من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ترجمة نانسي قنقر